عايزة أسأل حضرتك هنا هذا المجهود الجبار أو الكواليس بقى المشهد وراء هذا الإنجاز والإشادات الدولية بيمر مراحل كثيرة جدا توفير هذه التطايمات بنية تحتية قوية جدا كمان فكرة فريق صحي مدرب ومؤهل الكادر الصحي فحبيت نتكلم أكتر على هذا الفريق والكوادر الطبية وكمان تعزيز البنية الخاصة بالمستشفيات لتأهلها لتقديم هذه التطايمات طيب إحنا المنظومة تتكون بداية من أن أنت تدرك الواقع عندك رصد أي استعرف حقيقة ما هو موجود لكذا أنت عندك برنامج قومي للرصد في عندك أكتر من أربعين مكان موزعين على مستوى الجمهورية مصر العربية في كل المحافظات دورها هي الرصد أن هم يشوفوا ما هي الاحتمالات الأمراض التي قد تنتشر وباقي تمام من خلال قطاع كبير جدا في وزارة الصحة وسكان اسم القطاع الطب الوقائي لأنه مفهوم الصحة النهاردة مش مجرد أنك لما تعي تجد علاج مناسب في مكان مناسب مفهوم الصحة زي ما عرفتها من الله الصحة العالمية هي حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي وبالتالي أنت محتاج أنك تحافظ على الصحة يسمها وزارة الصحة مش وزارة المرض وبالتالي لازم الإنسان يبقى صحيح عشان يبقى صحيح بنعمل إيه؟ بنتحرك على مستوى الوقاية ده يمكن في حاجة تانية كان أعلنها قريبا الدكتور خالد عبد الرفار أننا ننتقل بمشروع الجنوم المصري إلى البردكشن ننتقل من منع إلى التوقع والبردكشن من خلال مشروع سيد الرئيس الجنوم المصري والدراسة الكبيرة التي تجرى طيب يبقى ده المكان والمنشأة والتجهز توفير التطعيمات وتوفير وبش بس كده ما هو لازم البرنامج التطعيمي ده يصل لكل مواطن يبقى عندك فرق صحية مدربة على القدرة على تشخيص الاكتشاف المبكر القدرة على التعامل مع أي اشتباه أي حالات مشتبه فيها طب هيحصل إيه؟ هنعمل إيه؟ ما هي الخطوات؟ الورك فلول المفروض يعملوه كل ده بيتم أنا بيتكلم النهاردة على أكثر من 50-60 ألف 70 ألف بيتحركوا في نفس الوقت في الحملات القومية ده مجهود كبير تقوم به وزار الصحة والسكان تقوم به الدولة المصرية عشان الحفاظ على المصري شيء المؤمن بقى أننا مش بس مندي التطعيمات المصرية تطعيمات دي لكل من هو مقيم على الأراضي المصرية لأن أي حد مقيم على الأراضي المصرية لا أستطيع أنا كمحافظ على الصحة العامة أنه هو يبقى مريض أو عنده أي نوع من أهواع الأمراض الوبائية ترجمة نانسي قنقر